بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم سادة الحضور ورحمة الله وبركاته نفتتح في هذا اليوم المبارك مشروع مصنع الجود للمحاليل الوريدية وهو أحد المشاريع التي نطلق عليها مشاريع العسرة حيث توقفت فجأة الساعة والحياة بسبب الإرهاب العالمي على بلدنا الحبيب ودخول داعش الإرهابي وعصاباته من بعض الدول المجاورة مما أدى إلى توقف مشاريع التنمية والتعليم والصحة والبنى التحتية بسبب صدمة الإرهاب والتي كانت حصة العتبة العباسية منه أكثر من 20 مشروع مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة كربلا ومستشفى في محافظة بابل مشروع التوسع مشروع التسقيف مدارس العميد محطات الكهرباء كل هذه المشاريع بالحقيقة توقفت بسبب صدمة الإرهاب وتوقفها وتوقف الموازنة العامة انصبت الجهود أول للمرجعية العليا للدفاع المسلح ضد هذا الإرهاب وتدريب المقاتلين وإيواء النازحين ولأجل ذلك صرفت الأموال والأنفس ولكن رؤية المرجعية العليا الثاقبة في هذه الظروف الصعبة تخطت الزمان وتخطت المكان حيث في أول اجتماع مع سماحة السيد الصافي دام عزو في قسم المشاريع بعد هذه الأحداث لتحديد الموقف النهائي للمشاريع المستمرة وكيف تتصرف معها فكانت إجابته إن غيقاف المشاريع يعني تحقيق ما يريده العدو لا توقف للمشاريع لا توقف في العمل فكانت لهذه الكلمات تأثير صدمة الإنعاش وبث الروح لدى الجميع بحتمية العمل وحتمية الإنجاز وحتمية النجاح وحتمية النصر بإذن الله فبعد ذلك تم التوافق مع كل الشركات مع كل مشاريع العتبة المقدسة تم التوافق معهم حول نوع جزئي من السلف ومنحهم بعضها ومن ميزانية العتبة المقدسة أما بخصوص مشروعنا هذا فتم تمويله ذاتيا من ميزانية المشاريع وكانت توصيات سماحة السيد الصافي دامع الزه دائما لنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون وأن نذهب لأرقى ما يمكن الحصول عليه من تصاميم وتقنيات ومعدات ومكائن وتكنولوجيا وضمن المحددات العالمية وحيث أن نظرة ورؤية العتبة المقدسة للمشاريع الخدمية والصحية والتعليمية والصناعية وغيرها هي ليست ربحية ولا استثمارية بحتة ولا بديلة عن مشاريع الدولة وإنما خدمية مجتمعية تهدف لخدمة البلد أولا والمجتمع وتوفر بها أمن غذائي وصناعي وتعليمي وصحي للبلد وتحت مضلة القوانين العراقية والإجازات الرسمية التي تمنح وتحت عنوان صنع في العراق صنع في العراق الكفاءات العراقية لطالما هذه الكلمات يرددها سماحة المتولي الشرعي دام عزه ويشجعها ويدعمها فأوكل مصنع الجوت للمحالي الوردية بالكامل أوكله بالكامل إلى قسم المشاريع الهندسية وتحت أمر إداري التنفيذ المباشر للمشروع ومنحت لنا كافة الصلاحيات لهذا التنفيذ شمرت السواعد للكادر المتقدم من قسم المشاريع الهندسية فكانت الخطوة الأولى هي إعداد التصاميم المعتمدة عالميا والمعتمدة لدى وزارة الصحة الموقرة ولخطين إنتاجيين ولخصوصية هذا المشروع وأهميته تم اختيار إحدى الشركات العالمية للتصاميم واختيار شركة استشارية تشرف على قسم المشاريع الهندسية للتنفيذ وهي شركة فارما ديزاين برئاسة الدكتور الموفق خورشيد ثم تم اختيار مدير تنفيذي للمشروع المهندس حيدر ولذي كانت لهم الدور الرئيسي والفعال لإنجاح هذا المشروع وضمن المواصفات العالمية ونترك شرح التفاصيل لهم بإذن الله وبعد مصادقة التصاميم من قبل وزارة الصحة الموقرة وبالحقيقة كانت الوزارة انموذجاً رائعاً بالتعاون وتذليل العقبات في المصادقات وبيان الآراء والزيارات الدورية فشكراً جزيلاً لوزارة الصحة الموقرة وشكراً جزيلاً لوزير الصحة الدكتور الفاضل صالح الحسناوي المحترم ولأول مرة لدينا في العتبة العباسية المقدسة التنفيذ مشروع بهذا التعقيد والتخصص من قبل كوادر العتبة المقدسة في أقسام العتبة المشاريع الهندسية والصيانة والإنشاءات والصناعات والحرف والتكييف كل هذه الأقسام دخلت في تنفيذ هذا المشروع وبعد وصول المكائن والمعدات تم تنصيبها وتركيبها وربط الشبكات والمنظومات مع بعضها وعمل شبكات الخطوط الواصلة وعمل البنى التحتية كل ما ترونه في هذا المشروع من البنى التحتية للشارع وإلى كافة المفاصيل هو تنفيذ كوادركم الكادر العراقي في قسم المشاريع الهندسية والحمد لله رب العالمين تم تنفيذ هذا المشروع وكأنه آيقونة إن شاء الله كما يقول ليس من رأى كمن سمع إن شاء الله ستشوفون المشروع آيقونة فنية من حيث التصميم ومن حيث التنفيذ ومن حيث المواصفات فشكرا جزيلا لكادر قسم المشاريع العتبة العباسية وللأقسام الساندة لها وشكرا لدوائر محافظة كربلاء المقدسة والسيد المحافظ خصوصا المهندس صيف جاسم الخطابي المحترم وشكرا جزيلا لدوائر المحافظة الموقرة البلدية التخطيط الماء المجاري الكهرباء الموارد المائية البيئة والطرق شكرا لهم جزيلا جميعا لتذليل الصعاب اللامحدودة في إنجاز هذا المشروع المشروع متشعب والكل يعلم يختص بتصريف المجاري وخروجها وتنفيذها الحمد لله كل دوائر الدولة وخصوصا هذه الدوائر ذكرها ساهمت في إنجاز هذا المشروع الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك فقرة صغيرة كذلك من إنجاز قسم المشاريع الهندسية حقيقة حصنا على براءة اختراع في الكرسي الذكي كرسي للمعوقين ذكي وسرير كذلك للمعوقين ذكي حصنا قسم المشاريع على براءة اختراع من التقييس والسيطرة النوعية هذا الكرسي كان في عمل مشترك مع دكتور جعفر وكذلك مع المهندسين في كادر قسم المشاريع فالثلاث دقائق راح يشوفون مقطع من هذا الكرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته